يعد البصل من أشهر الخضروات بالعالم يستخدم في آلاف التباخات العربية والغربية ورغم الدموع التي يضرفها الكثيرون عند تقطعه وإيضا الرائحة الغير المحببة في الفم التي تسبب الكثير من الحرج يتميز هذا النوع من القدار بالقيمة الغذائية العالية التي تعمى تعزيز عدد من وضائف الجسم الحيوية حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من المغدية الأساسية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة كما يحتوي أيضا على الألياف والأحماض العطوية وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على فوائد البصل الصحية وأضراره المحتملة يحتوي البصل على الألياف التي تعزز من حركة الأمعى وتساعد في منع الإمساك كما له خصائص مضادة للبكتيريا مما يساهم في الحفاظ على توازل بكتيريا النافعة في الأمعى بالإضافة إلى ذلك يعتقد أن البصل يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية مما يحسن من عملية الغذم بشكل عام لكن عند تناوله بكمية كبيرة قد يسبب بعض الأضرار للجهاز العضمي ومن أبرز هذه الأضرار الانتفاخ والغزة حيث يحتوي البصل على مركبات قد تكون صعبة الهضم لدى بعض الأشخاص كما يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعذة أو تعييجها خاصة للالين يعانون من مشاكل في المعذة مثل القرحة أو الارتجاع يعد البصل من الوسائل الشعبية الشائعة لتخفيف ملتهابات البسيطة للأذن حيث يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا ومضادة للتهابات مما يمكن أن يساعد في تقرير الألام التأييج ويتم استخدامه عادة عن طريق وضع بطع قطرات من مائه في الأذن المصابة إما منزوج بزيت الزيتون أو ماء البصل لوحده لكن عند استخدام هذه البصفة يجب توخي الحضر لضمن عدم وجود حالة طبية أكثر خطورة مثل تلف أو توقف في طبلة الأذن لذلك من الدروف استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة يعتبر البصل من العلاجات الشابية التي يعتقد أنها تعزز من مستوى التستيرون في الجسم حيث ينسب إلى البصل خصائص مضاد الأكساذة ومحفزة لإنتاج الأرمونيك إما قد مساعد في تحسين الصحة الجنسية والقدرة على التحمل حيث أن بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن السلاك البصل قد يساعد في زيادة مستوى التستيرون لكن ومع ذلك لا تزال هناك حاجة للمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفائدة وبالتالي لا يجوز الاعتماد على البصل أو مستخلصاته كعلاج وحيد لنقص التستيرون لأنه ليس متبت علمياً لذلك من الضروري استشارة إخصائي الردد الصماء في حال وجود نقص في أرمون تستيرون للحصول على تقييم دقيق وعلاج مناسب البصل يعتبر من الأطعم المفيدة التي يمكن أن تساعد في وقف الرعافة أي نزيف الأنفة حيث يحتوي البصل على مركبات مضادة التيابات ومضادة الأكساذة مما يعز الصحة الأوية الدموية ويقلل من احتمالات حدوث النزيفة لذلك ينصح بتقطع البصل على شكل شرائحة ووضعها تحت الأنفة فالأخير التي تنتشر من البصل تعتبر بمثابة مادة طبيعية تساعدر تخطر الدم وتوقف الرعافة كما أن البصل يحتوي على فيتامين سي الذي يلعب دورا مهما في تعزيز جهاز المنعة وتحسين الصحة الأغشية المخاطية في الأنفة ولكن في حالة استمرار الرعاف أو تكراره يرجى استجارة الطبيب يحتوي البصل على مكونات المضادة للميكروبات تقضي على البكتيريا الموجودة في الفم ودلت إحدى الدراسات على أن البصل يقضي بالكامل على 4 سلالات من البكتيريا التي تتسبب في أمراض اللاتة وتسوس الأسنان كما أن مركبات الكبرية الموجودة في البصل قد تعزز من تتافق الدم إلى اللاتة مما يساعد في تحسين صحتها لكن ومع ذلك فإن تناول كمية كبيرة من البصل أواصري يمكن أن يؤدي إلى تآكل من الأسنان بسبب حموضته بالإضافة إلى ذلك قد يتسبب في تهيج اللاتة لدى بعض الأشخاص يمنح ماء البصل الشعر فوائد متعددة لما يحتوي من مواد مضاد الأكساد ومعادن وفيتامينات تعمل تطهير الشعر وفروة الرأس من البكتيريا والتيابات والفطريات وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتغذية وصيلة الشعر بشكل فعال ويساهم أيضا في محالوة قشرة الشعر وأيضا مساعدة في تخلص من مشهدة القمل بشكل مثلي لكن الاستخدام المفرط للبصل يمكن أن يسبب تهيج لفروة الرأس مما يؤدي إلى حكا أو حمرانة كما أن رائح النفاذة قد تكون مزعجة وتسارخ وقتا لتخلص منها وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية جا مكونات البصل مما قد يؤدي إلى رضوط فعل سلبية لذلك من المهم إجراء اختبار بسيطة قبل استخدام البكترة والسيشارة المختص في حال حدود أي مشاكل يساعد محتوى البصل العالي من مضادة الأكسادة ومركبات الفافنويد في محاربة التجاعدة وعلمات الشيخ خنوكيرا ليعزز من إنتاج القرنجين الضروري لصحة البشرة وينقل البشرة من السموم والجراتيم والبكترية الضرّة وتحسين ملمسها ونعمتها ويساعد في تقليل ظهور الحبوب والبطور والبقاع والتصبغات الدكنة وبالتالي توحيد لون البشرة بالإضافة إلى فاعلاته في الوقاية من النمش والكلف والندبات والرؤوس السوداء لكن ومع ذلك من الممكن أن يسميب تهيجا أو حميرا للبشرة الحسسة خاصة عند استخدامه بكمية كبيرة أو لفترة طويلة وفي حالة نادرة قد يؤدي إلى رضوط فعل تحسوسية لذلك يفضل دائما إجراء اختبار على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه بشكل واسع واستشارة طبيب الأمراض الجلدية عيد الحاجة يساعد تنول البصل في السيطرة على نسبة السكر في التامة حيث يحتوي على مركبات كبريتية والتي تطبط إنتاج الكولوكوز وتحسن استجابة الجسم للأنسولين بالإضافة إلى ذلك قد يساعد الوصل في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوية الدموية التي تعد من المضعفة الشائعة لمرض السكر لكن ومع ذلك يجب على مرض السكر توخي الحضارة حيث أن السيلاك كمية كبيرة من البصل قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في التامة مما يمكن أن يشكل خطر على صحة المريضة لذلك ينصح المصابون بمرض السكر بالتحدث مع طبيبهما قبل استخدام البصل أو عثره كعلاج مكمل البصل يعتبر مفيد لصحة القلب لعدة أسباب حيث يحتوي البصل على مركبات ملت الكريستينة التي تعرف بخصائص المضادة الأكسادة والمضادة الدياباتة هذه المركبات قد تساعد في تقليل مستوى الكوليستيرولي الدارة وتحسين تدفق الدم بما يعز صحة القلب بشكل عام بالإضافة إلى ذلك يعتقد أن البصل قد يساعد في خط تغطي الدم لكن ومع ذلك يجب تناول البصل كجزء من نظام غذائي متوازن واستجارة الطبيب قبل تناول البصل بشكل مكتف خاصة للمرضى الذين يتناولون أدوى لعلاج أمراض القلب أو الشريين ويجب الحرص على الموازنة بين الفوائد المحتملة والمخاطرة لضمان سلامة العلاج يعتبر البصل من الوسائل الشائعة والقديمة لتقفيف أعراضي البرد والسعال وذلك بفضل خصائص مضادة للبكتريا والمضادة الكيابات كما يعتقد أن السلاك البصل ومائي قد يساعد في تقليل الاحتقان وتهذئة الحرق المتهيجة بالإضافة إلى احتواء على مواد تحفظ الجهاز المنعي وهذا قد يساعد الجسم في محاربة العدوى ويفضل تناول كعصير مع العسل أو الليمون لتحسين الطعم وزيتة الفائدة لكن يجب السلاك بحضارة خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو التهاف الحلقة كما يمكن أن يتفاعل البصل مع بعض الأدمية السعالة لما يؤثر على فعليتها أو يسبب أطار جانبية غير مرغوب فيها بفضل احتوائي على مضادات الأكسادة مثل الفنوذة يعتبر البصل مفيدا لصحة العيون حيث تساهم هذه المركبات في حماية خلايا العين من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة كما تشير بعض الدراسات إلى أن تنور البصل قد يساعد في تقليل خطر إصابة بأمراض العيون من كأيتام عدسة العين وأيتام الشبكية ويساعد البصل أيضا في تحسين الدورة الدموية بما يعزز صحة العين بشكل عام لكن ومع ذلك يمكن أن يؤدي تناول البصل بكمية كبيرة لتتفاقم حالة الجفاف أو التهاب لدى الأشخاص الذين يستخدمون قطرات العين المرطبة أو المضادة للتهابات لذلك ينصى هؤلاء المرضى بالتحدث مع طبيبهم عند دمج العطعمة مع العلاجات الطبية يستخدم البصل في الطبي التقليدي لمحاربة الالتهابات حيث يتمتع بخصائص مضادة للبكترية مما يجعله مكونا مفيدا في تعزيز الصحة العامة ويحتوي البصل على مركبات الكبريت والفلافونويد التي تدير فعاليا في مكافحة مجموعة متنوعة من البكترية الضارة وتشير بعض الدراسات إلى أن البصل البصل يمكن أن يساعد في تقليل النمو البكترية المسببة للعدوى لكن ومع ذلك فإن فعالية البصل كمضاد للبكترية قد تختلف حسب النوع والتطبيق وبذلك لا ينبغي الاعتماد عليه كبديل للإلاج الطبي في حالة العدوى البكترية البصل يحتوي على مجموعة متنوعة من المغادية الهامة لصحة العظامة مثل الكالسيوم والفوسفور والميغانيسيوم والميغانيس هذه المعادن تلعب دورا حيوي في بناء وتقوية العظامة وتعزيز امتصاصها بالإضافة إلى ذلك يحتوي البصل على فيتامين كي الذي يساعد في تحسين كتفات العظامة وتقليل مخاطر هشاشة العظامة كما أن مضادة الأكساد الموجودة في البصل تساعد في محاربة التيابات التي قد تؤثر سربا على صحة العظامة وتنور البصل بانتظام قد يساعد في الحفاظ عن قوة العظام وصحتها وخاصة مع التقدم في السن عندما تصبح هشاشة العظام أكثر شيئا لذلك يعتبر البصل إضافة رائعة إلى نظام غذاء صح لدعم صحة العظامة البصل يعتبر من المكونات الطبيعية التي تساعد في إنقاص الوزن ويعتقد أن له تأثيرات محفزة على الأيض مما يساعد الجسم لحرق الدمون بشكل أكثر كفاءة كما أن البصل يحتوي على مركبات تساعد في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع ومع ذلك يجب أن يكون تنور البصل كجزء من نظام غذاء متوزن وبالتالي لا يعتبر البصل حلاً وحيداً أو علاجاً سحرياً للبذن بل هو مكمل يمكن أن يساعد في جهود إنقاص الوزن تنويه المواد المنشورة في الفيديو هي بمثابة معلومات فقط ولا يجوز اعتبارها استشارة طبية أو توصية علاجية استشر طبيبك دائماً بخصوص أي استخدام للأعشاب أو المكملات الغذائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر